فتحت البوابات لمنافسة خيل الأربع سنوات فأكثر على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية مسافة 2400 متر بمشاركة هنا الصدارة تبدأ يبدأ السباق بمتابة انطلاقة فريش وترك لفز ينطلق إلى المركز الأول الاحتياطي الذي تمكن من المشاركة في متابعة من كيربيان وإلى ثاني المراكز وأشاهد في المركز الثالث دريم ويذ مي ابن العالمي فرانكل ينطلق في المركز الثالث فيما تمر الخيل من أمام المنصة الرئيسية وجازيو في رابع المراكز بفارق أطوال عن الخيل التي تصدرت منذ البداية هنا الاحتياطي الذي تمكن من المشاركة فريش وترك لفز ابن كامفورد كليف ما فواز والناس ينطلق أولا في متابعة من كيربيان وابن أركبينكو مع نايف العنزي إلى ثاني المراكز ودريم ويذ مي ابن فرانكل أطوال عديدة بين الجياد المنطلقة منذ بداية الشوط هل هو سحب نفس أم سيذهب إلى الانتصار هذا ما سنعرفه بعد لحظات هنا المركز الرابع نشاهد محاولات للتحرك من دريمز أن وايند ابن دانسيلي مع محمد الحبيب لا زالت الصدارة مع فريش وترك لفز هنا كاربيانو يحاول تقليص الفارق الجواد الأكثر انتصارات في هذا الشوط فيما نشاهد على ما يبدو هناك محاولات للتحرك من الجواد الأعلى تصنيف بريفونتان خلف الأسماء المتصدرة إذن ها هو في ثالث المراكز بريفونتان البالغ تصنيفه 101 بماسترك لفز مع عبدالله سليمان العظيم فيما أيضا التحرك من دريمز أن وايند ابن دانسيلي بدأت الخيل بالتحرك فريش وترك لفز يتراجع هنا كاربيانو إلى المركز الأول المركز الثاني لدريمز أن وايند يأتي بكل قوة فيما بريفونتان تحرك نشاهد كذلك أم فاميلي ابن فرح يتحرك كذلك المحاولات نشاهدها للتحرك من أنتينجلينج يحاول الانطلاق في هذه الأثناء مع الدخول للأمتار الأخيرة منافسة قوية لم تحسم حتى الآن غير محسومة أم فاميلي يحاول فيما بريفونتان يضغط عليه عبدالله سليمان العظيم أم فاميلي ينطلق إلى المركز الأول ابن فرح مع ريان الطويرش يوسع الفارق ويبتعد أم فاميلي في الحضور الثالث وفي المصيف في طريقه للفوز الرابع في سجلي والفوز الثاني على التوالي إذن أم فاميلي لإستبل العرين ألف مبروك أم فاميلي ابن فرح لإستبل العرين دربات فوز الغريبان والقيادة ريان الطويرش يوسجل الفوز الرابع في سجلي والثاني على التوالي وفي البالغ تصنيفه واحد وتسعينة